فشل البرلمان اللبناني للمرة السادسة في انتخاب رئيسي للجمهورية وشهدت الجلسة خلافات حادة بين النواب ورئيس البرلمان بشأن النصاب المطلوب لعقد الجلسات في هذا السياق حذر رئيس البرلمان نبيه بري من استمرار الدوران بحلقة مفرغة إذا لم يتم التوافق السياسي بشأن الانتخابات الرئاسية ونبه بري من أن الجو القائم لن يؤدي إلا إلى تعمق أزمة البلد ودفعه إلى منزلقات خطيرة هذا وشهدت جلسة مجلس النواب اللبناني احتداما في النقاش بين رئيس كتلة نواب الكتائب سامي لجميل ورئيس مجلس نواب نبيه بري وذلك بعدما طلب سامي لجميل من بري تفسيرا منطقيا لسبب الحفاظ على النصاب الثلاثين في الدورتين أنا أتمنى دولة الرئيس أنه بطريقة هدئة وموضوعية ودستورية وعلمية وقانونية ناقش هذه النقطة ونحن مستعدين نقتنع إذا في وجهة نظر تقنعنا ولكن الطريقة يلي تم ختام هنقاش مرت الماضي بالنسبة لنا غير مقبولة وغير لايقى فيك دولة الرئيس فالكلم لك أنا بتمنى نسمع منك جوابها لا 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 يا سبايا 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 علي 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 أولا أولا والكلمة الأخيرة مش إلك يا شخصين يا علي علي شخصين بالكلمة كل شيء حكيته بالأول نحظة كل شيء حكيته بالأول مقبول وبالأخر مرفوض دولة الرئيس مش أنا بيستعمل كلام مش لمحلوا مرت الماضي أنت بيستعمل كلام حكيت خليني جاوبك عم تطلب مني شيء الجسطور اللبناني يا زميلنا الكريم بنص على أكثريتين أكثريت إرساب الجلسات شاء والدورات شاء آخر الجلسات دائماً بدأت تكون بالتلتين وللمزيد معي من بيروت الكاتب والباحث السياسي علي إحمد سيد علي مرحباً بك معنا إذن جولة سادسة آلت إلى الفشل ولعل مرة أخرى الورقة البيضاء هي التي تفوز ما أبرز ما استوقفك أو أبرز ما كرسته الجلسة السادسة هذه المرة وفق متابعتك لها وكيف من شأنها أن تؤثر أو يقول لها انعكاسات أيضاً على المشهد في لبنان دعيني أصف هذه الجلسات زميلتنا بأنها جلسات البحث في جنس الملائكة كما يقال هذا المثال الذي يدرج عندما يكون البحث هو البحث في أمور لا يمكن إيجاد حل لها المسألة هي أن الدستور أصبح في لبنان وجهة نظر وأن الدستور كل طرف من الأطراف يفسر الدستور على هواه طبعاً هناك انتقاد موجه لرئيس مجلس النواب على أنه يفسر الدستور ويحاول أن يفرضه على كل مجلس النيابي في حين أن هناك وجهة نظر أخرى تريد أن تفتح هذه المسألة مسألة النصاب، مسألة نصاب الانتخاب، مسألة نصاب الجلسات وهذه مسألة جدية لأنها تضع الأمور في حلقة مفرغة وتمنع انتخاب رئيس بأكثرية عادية هذه نقطة النقطة الأخرى هي أنه واضح بأنه رئيس مجلس النواب الذي حذر من الاستمرار في هذا الوضع كما هو لديه مرشح والغريب أن هذا المرشح لا يفصح عن اسمه أصبح معروفاً من قبل الجميع وكل المراقبين لكن رئيس مجلس النواب لا يفصح عن الاسم حزب الله لا يفصح عن الاسم وبالتالي نحن ذهبون نحو مرحلة شهور رئاسي طويلة الأمور أين هو جوهر المشكلة؟ هل نتحدث أنه النصاب أنت أوصفتها بأنها مشكلة جدية أم هي في إطار المماحكات السياسية أبعد منها خلاف دستور يعني ما نتحدث أن هذه الجلسات والجميع يعرف في غياب توافق سياسي قبلي سواء داخل لبنان أو خارجه لن يكون هناك توافق على الاسم وبالتالي هذه الجلسة أو غيرها لم تسفر عن أي نتائج كلام صحيح لابد من توافقات داخلية إقليمية وهذا شديدة الأهمية ودولية هذا هو دأب الانتخابات الرئاسية في لبنان منذ أن ولد الكيان اللبناني هذه نقطة نقطة أخرى هي أن هناك محاولة غير يعني معروفة من قبل حزب الله وحلفائه ومن بينهم رئيس مجلس النواب لمحاولة فرض المرشح حزب الله في هذه الانتخابات يعني عبر تسوية شبية بتسوية 2016 التي أتت بالجنرال ميشيل عون رئيسا للجمهورية وفي الانتظار تبقى الأمور في حالة من الشغور ويبقى موضوع انتخابات الرئاسية معلقا نعم إنها قضية جدية لأن القضية الجدية قضية تفسير الدستور جدية لأنها يمكن من خلالها تسهيل انتخاب رئيس جمهورية بأكثرية عادية وليس بأكثرية الثلثين كما يريد حزب الله وحلفائه أن يفرضوا على بقية الأفرقاء في هذه المرحلة أن نتحدث عن حزب الله وحلفائه هناك نوع من الشيقاق على التوافق على مرشح واحد ما بين ثنائي الشيعي وما بين تيار الوطني واللافت أيضا أنه بالموازات مع هذا لا يزال جبران باسي ليطرح نفسه أو يرى في نفسه وهناك نوع من الحراك والجولات لتأخذوا إلى المنطقة لتأخذوا إلى باريس وربما البعض يستقرئها في مساعيه لرفع العقوبات الأمريكية دولية عليه أي حضود إذا هذا وإلي ماذا يمكن أن يعقد حتى التوافق على اسم ما بين التكتل الثامن من أذار على حلم أو حسم مسألة الشغور كلام صحيح تماما المرشح الفعلي فلنقل ونسمي الأشياء بأسماءه المرشح الحقيقي الضمني لحزب الله هو النائب السابق سلمان فرنجيه حتى الآن لم يستطع حزب الله وحلفاءه طبعا رئيس نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال الأستاذ ناجيب ميقاتي أن يقنعوا الأستاذ جبران باسيل والطيار الوطني الحر باسم فرنجيه لا يستطيعون انتخاب فرنجيه من دون غطاء ميشيل عون لأن لديه 19 نائبا مسيحيا في البرلمان يحتاج فرنجيه إلى غطاء بانتظار أن تنحل داخل الفريق الواحد سوف يبقى الاسم مستترا ومعلوما بنقص الوقت هذه هي النقطة باسيل يعتبر نفسه مرشحا حقيقيا وأنه الأحق لأن لديه تمثيل شعبي ونيابي أكبر بـ 19 مرة من الأستاذ اسلامان فرنجيه يعني فرنجيه لديه نائب واحد فيما ميشيل عون وطبعا باسيل لديهم 19 نائب وهذا هناك فارق كبير ولذلك الأمور عالقة على مستوى حلفاء حزب الله ثم على مستوى مجلس النيابي بأكمله نعم شكرا جزيلا لك من بيروت الكاتب والبحث السياسي علي حماتي شكرا لكم